نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني وأوضح المشاركون أن حجم المشاركة بجلسات الحوار الوطني فاق كل التوقع كما أكد المشاركون في الصالون ضرورة أن تحظى توصيات الجلسات السابقة من الحوار بالاهتمام اللازم من قبل الحكومة والبرلمان نظرا لما تحتويه من اقتراحات سرية ومفيدة الأربع جلسات اللي خلصوا كانوا من وجهة نظري التوصيات اللي طالعة منهم أتمنى أنها تكون فيها أمور فعلا تستحق إما تروح لدارة التنفيذية في الحكومة أو تروح لبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لإجراء أي تعديلات تشرعية دعم وتمكين الشباب والأشخاص زاوي الأعاقة في ملف رياضة الأعمال عندنا ملف تاني نتكلم عنه هو دعم الأنشطة الطلبية والاتحادات الطلبة نتكلم عن ملف تاني شكل الرياضة في مصر وعودة الجمهور والشباب اللي بيطلع يلعب باسم دولة أخرى إيه المشاكل اللي بتعوك الشباب الرياضيين أن هم يكملوا في مصر عندنا ملف مراكز الشباب يعني كان شباب كتيب بتقولك هي كلها مهتمين بمراكز رياضية طب ليه ما تسموها مراكز رياضية تحت مسمى مركز الشباب فالوضع الحالي فين التدريبات اللي تأهن لسوق العمل وما شبه ذلك هنتكلم عن ملف مهم جدا هو التمكين السياسي للشباب وأيضا كمان فيه جلسات لملف الوعي والتحولات الجيلية وكمان طبعا شبابنا الدارسين في الخارج اللجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مع بداية نعقاد أول اجتماع تلقينا كل المقترحات والشكاوى التي تم إرسالها للأمانة الفنية عملنا زي حصر كده لكل المشكلات اللي موجودة أنا ومقرر لجنة الدكتورة نسرين البغدادي وبعد عملية الحصر طلع عملنا ثلاث محاور رأسيين للمشكلات اللي حتم مناقشتهم داخل اللجنة أول حاجة مشكلة الطلاق إن هي بتهدد الأسرة بشكل مباشر زيادة معدل الطلاق في السنين الأخيرة طبعا تاني حاجة توصلنا لها مشكلة العنف الأسري تالت حاجة العنف الألكتروني أفتقديري إن إحنا نطرح قضايا حيوية زي التعليم والصحة مسألة مهمة جدا وحيوية جدا الحقيقة وفتقديري كمان إنها شديدة تتماس بقضايا السكان لأن لو إحنا عايزين دخال الهرم السكاني بتاعنا قاطر للتنمية مش معوق لها عليك إنك تعرفي إن السكان دولا لازم تحسني من وصفات التعليم وصفات الصحة وصفات الشباب وصفات الطفل وبالتالي مخرجات اللي جانزة التعليم والصحة هتصب بشكل مباشر في تحسن فصائل السكانين